اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي ذلك ربط بين المدينة المنورة والنبي صلى الله عليه وإله وصحبه وسلم فما هي فوائد تناول عشبة المدينة المذهلة؟ تستخدم عشبة المدينة لدى العطارين لعلاج العديد من المشاكل والأمراض النسائية ويتنقل الناس فوائدها فيما بينهم بحكم تجربهم الشخصية ولكن علميا لا يوجد دراسات تؤكد أو تنفي حقيقة ما يتنقله الناس عن فعالية العشبة أو فوائدها ولزال الجدل قائما بين التأكيد على فوائدها والتحذير من استعمالها والجدل بالذكر عدم وجود اسم علمي للنبدة حتى الآن مما يؤكد عدم تصنفها وعدم وجود دراسات أجريت عليها بشكل عام يشاع بين الناس عن استخدام عشبة المدينة في علاج المشاكل التالية علاج مشكلة تكايس المبايد وإزالة الألياف والكتلة الرحمية المخزنة في الرحم تساعد عشبة المدينة على تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء لوتي وعانين من الطراب موعد الدورة الشهرية تساعد هذه العشبة على تنظيف الرحم من بقايا قطاع الدم القديمة والمتحجرة في الرحم وتخليصه من الشواب والبكتيريا والسوائل الضورة تساعد هذه العشبة على فتح الانسدادات في القنوات الرحمية وتنظيف بطونة الرحم خصوص إذا كانت سميكة تساعد في حالات تعسر الحملة والعقم تستخدم بعض النساء للمساعدة الطبيعية على إنزال الجنين الإجهود المبكر عوضا عن اللجوء إلى إجراء عملية جراحية ولذلك يمنع تنمو العشبة المدينة للأمة الحامل لتجنب خطر الإجهود أو حجوث تشوهات للجنين تستخدمها النساء غالبا في مرحلة النفاس أي ما بعد الولادة مباشرة لتطهير وتنظيف الرحم من بقايا الدم والشواب والبكترية والميكروبيات العالقة تستخدم بعض النساء في حالات وفاة الجنين داخل الرحم حيث تحتاج المرأة في هذه الحالة لتنظيف الرحم من بقايا الجنين وغشياء الرحم وتستخدم هذه العشبة لهذه الغاية تستخدم بعض النساء كوسيلة لمنع الحمل في بعض الحالات النادرة تساعد عشبة المدينة في علاج التهاب المفاصل والتفريف من ألمه وعلاج مشكلة الروماتيزم وألم الحينة تساعد في علاج التهاب الأوتور تساعد في التخفيف من حالات الإجهد والتعب والإرهوق التي تصيب الرياضيين بعد إجراء التمرين الرياضية تفيد عشبة المدينة في علاج التهابات العينين وآلامية كيفية استخدام عشبة المدينة في العلاج ملاحظة هامة قبل اللجوء لتناول عشبة المدينة يجب أن تتأكد السيدة من عدم وجود حملة وذلك لفعالية العشبة القوية في إحداث الإجهاض أو قتل الجنين لتنظيم الدورة الشهرية يتم تناول سفت ملعقة واحدة يوميا من هذه العشبة منذ اليوم الأول من الدورة الشهرية وحتى اليوم الخامس وقد لا يظهر تحصل من المرة الأولى ويمكن تجرى العلاج لمدة ثلاث شهور متتالية أو زيارة الفترة حتى تنتظم الدورة بشكل تام إذ يمكن تناولها لوحدها أو مع كوب من الحليب صباحا إضافة إلى ملعقة أخرى صغيرة قبل النوم مع شربة مشروب ساخن بعدها كالشربة أو الشاي لتنظيف الرحم من الدم والأوسيخ العالقة تأخذ ملعقة من مطحون هذه العشبة بشكل يومي صباحا على معد فارغة ولمدة خمسة أيام فقط وتجرى الشهور هنا لأن المرأة قد تلوحظ أثناء تناول هذه العشبة نزول دم الحيض بكثافة الأيام أو خروج قطعة متجمدة من المهبل لكن هذه الحالات تعتبر طبيعية ولا تستدعي للقلق لأنها تؤدي وظيفتها في إخراج المتراكم من الأوسيخ والدم الفاسد القديم وكلما كان البطنة الرحم أسمك احتاجت المرأة إلى وقت إضافي لتنظيف رحمها من جهة أخرى يحذر بعض المعالجين بالعشبة من فعالية عشبة المدينة القوية على الرحم والمغائض فقد تتسبب بحدوث مشاكل صحية خطيرة عند تناول جرعة مفردة منها أو استعمالها بطريقة خطئة أو لمدة طويلة متابعين الكرام إذا استفدتم من هذه المعلومات فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة إن شاء الله